اسمح لي أن أرفع لمقام سيادتكم اعتذاري عن التكليف راجيا تفضلكم بقبولها اعتذر علاوي وهذا وعد أوفى به حين قال إن لم يستطع فسينسحب اعتذر الرجل المكلف لكن جهات سياسية لم تعتذر اعتذر كثيرون للعراق لكن المحاصصة لم تعتذر اعتذر الشهداء للون الدم وقصوته لكن القاتل لم يعتذر وبعد انقضاء المدة الدستورية لتشكيل الكابينة الوزرية ذهب علاوي للبرلمان لكن المجلس انقسم على ذاته بين مؤيد ومعارض والأسباب مصالح والمصالح إلى تفسيرين منها ما يتعلق بمصالح الأحزاب والنفوذ السياسي ومنها ما يتعلق بحصص المكونات في الأمرين جاء الاعتذار وذهبت الحكومة المنتظرة ما أثر تساؤلات حول اعتذار علاوي هل هو مجبر عليه أم ماذا في الجهة المقابلة حث علاوي المتظاهرين على استمرار المطالبة بالحقوق وفق الطرق السلمية وإلى شعبي العزيز استمروا بالضغط من خلال تظاهراتكم السلمية لكي لا تضيع تضحياتكم سدى وسوف أعود إلى صفوف شعبي كعراقي لم يساوم على مبادئه وعلى قضاياه لكن الأمر انقضى وخلال 15 يوما جديدة يتوجب على رئيس الجمهورية اختيار رئيس يرتضيه الشارع والطيف السياسي وهذا أمر يخشاه الشارع من عودة غياب الاتفاق على شخص يقود الحكومة ورقة التهديد بالاستجواب حاضرة للإقالة في حال عارض الشخص الذي سيشكل الحكومة توجه الأحزاب والجهات السياسية التي ترمي مصلحة العراق على الأرض ومن جديد يقف العراق على أعتاب أزمة جديدة فالتخبط السياسي الذي تعيشه البلاد منذ أشهر وعدم تحقيق النصاب لمرتين متتاليتين في البرلمان يدخل العراق في فراغ سياسي وانقسام واضح وسخط شعبي